رئيس سيد الرقابة المالية دكتور محمد عمران كشف عن صدور قرارين من رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بشان إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري بيستدف الصندوقين توفير مضلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبعية أو النتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج بما لا يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين ده بالإضافة لامتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر لتقديم إعانات اجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائمة